أخت تسأل تقول طعن بي زملائي في العمل حول ولا قوة الله بالله طعنوا بشرفي وأنا بريئة كبراءة عائشة عليه السلام حتى صرت أتمنى الموت ماذا أفعل إخوان مسألة الطعن الاتهام دون دليل كبيرة من أعظم الكبائر ومن كبائر الحدود ولها ميزة أخروية وميزة دنيوية ميزات مخيفة الميزة الأخروية أنها تحبط العمل تماما تمسح كل أعمالك الحسنة وليس لسنة وسنتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم قذف محصنة يهدم عمل مئة عام لو عمرك مئة سنة وكل هاي المئة سنة أعمال صالحة هجدوا صياموا قياموا جهادوا تصدق كلها تحبط بقذف محصنة الواحدة بأن تتهم امرأة دون دليل ولا شون فلان يقولوا إلا نقول شون قرآن هم حتى تحتجب كلامهم لا يجوز لا يجوز النقل بل بعض شراح الحديث قالوا هذا ينطبق حتى على السباب والشتيمة لا موحد يقول لا ابن الكذا أخ الكذا بالعبارات هو قصد الشتم ما قصد القذف يريد يسبر يريد يجتمع أنت مشمول بهذا الحديث تجنبوا هذه الألفاظ خطيرة جدا هذا من حيث الحكم الأخروي أما الحكم الدنيوي فهذا العمل يرد شهادة صاحبه حتى وإن أقمنا عليه الحد الله سبحانه وتعالى لما ذكر الذين المحسنات الغافلات قال فاجلدهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا يجلد ثمانين جلدة وترد شهادته ما تقبل الشهادة يعني حتى اللي يشوف بعينه لازم ما يقول إلا أن يكون معه شهود لا تتكلم إذا ما كان هناك أربعة شهود لا يجوز الاتهام والقاضي من حقه أن يقول للذي يقول بأني رأيت بعيني أن يقول من أين شهودك أنا شفت فلان يزني بفلان يقول له شيء للقاضي القاضي يقول أين شهودك إذا لم يكن معه ثلاثة شهود يجلد حد القذف أو اسكت واضح فهذه الأمور فالزنا لا يقام فيه الحد إلا بوجود أربعة شهود أو يقر الزاني أو الزانية يقر على نسه يعترف لكن ما سوى ذلك لا يقام الحد فأنت يا أختي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يظهر براءتك إلى العلن وأن يجعلهم يندمون وقول لهم بأن أعمالكم حبطت وشهادتكم في الشريعة الإسلامية مردودة حتى لو جلدوا يعني المفروض يجلدون كل واحد ثمانين جلده لكن حتى لو جلدوا يطهرون من هذا الذنب لكن شهادتهم تبقى مردودة القاضي لا يقبلوا شهادتهم يعدون من أهل الكذب لأن أقبح أنواع الكذب هو الاتهام والطعم بالشرف نساء الله تعالى السلام والعافية لا يوجد مبدأ أو شريعة أو دين أو قانون كرم المرأة وأعطاها حصانة مثل الإسلام أبدا انطه حصانة حتى من الكلمة قال يفتح فما عليها بكلمة يجلد إكراما لها وترد شهادته إكراما لها شون حصانة يمطيها المرأة حتى من الكلمة نعم أستطيع الله تعالى أن يبرئك تقول الله يا ناس خليتها تتمنى الموت لها البنت لا حول ولا قوة إلا بالله